بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة جماعة عندنا درس بسيط خالص يعني احنا يمكن نتكلمنا فيه قبل كده مش هنحس بالغربة يعني ولكن احنا زي ما اتفقنا انا عايز من خلال الحلقات دي تبقى كل حاجة موجودة ما ننساش حاجة حتى الهافات الصغيرة بنتكلم فيها تمام؟ طيب عايزين نعمل ايه بقى النهاردة؟ النهاردة هنعمل حاجة بسيطة انا عايز لما اختار اي حاجة في ال Data Grade View تظهر هنا في ال Text او في ال CMB اللي هما ال Combo Books بتوعي ايا كان بقى اي عمود او اي جدول انا باختاره بالاعمدة كلها بتنتقل في ال CMB زي ما احنا قلنا قبل كده طيب تاني حاجة هناخده بقى الاول والتالي والسابق والاخير لان هما الاتنين مرتبطين ببعض يعني فعشان كده هنشرح النهاردة الحاجات البسيطة دي وحتلاقوا مش هتحسوا بالغربة لان احنا الحاجة دي تقريبا اي لينها قبل كده طيب نشوف كده واحدة واحدة الكودة جماعة انا سميته ايه dgv to CMB يعني من ال Data Grade View الى ال Combo Box بسيط جدا وسهل جدا ونفس الفكرة اللي احنا عملناها في الحلقات قبل كده هي طبعا بقوله 4i as integer بتساوي من 1 2 F1 dot dgv dot column count خلاص حفظناها بقى مع بعض طيب باجي هنا بقوله بقى F1 dot group dot controls cmb و I يعني حاجة على ال Combo Box CMB 1 و 2 و 3 وهكذا لحد اخر عمود بعدد الاعمدة يعني dot text بياخد معلوماتهم منين طلو F1 dot dgv dot current row dot sales i ناقص 1 dot value يعني بياخد معلوماتهم من ال Data Grade View الصف اللي انا واقف فيه مع كل عمود يعني من العمود الاولاني والتاني والتالت والرابع وهكذا يبقى بياخدهم كلهم بياخدهم بيحطهم فين في CMB بنفس ترتبهم طب الكود ده بيتحط فين بقى بصوا معايا كده جماعة هناخد الكود copy وتعالوا كده نروح لل for ساعة ما بعمل change في Data Grade View طب تعالوا نضغط عليها كده خلي بالكم محدش يستعجل ويحط الكود هنا لا ده مش ساعة التغيير انا باجي وبنيجي ندور على هو جماعة dgv selection changed هنحط الكود بتاعنا هنا best طبعا ده كده ملوش لازمة تعالوا نجرب على كده بصوا معايا كده جماعة لو انا جيت روحت اول طبعا هو اول ما دخل على طول لكنه عمل changed فهنا بصوا كده راح لنمرة واحد لو راحت لنمرة اتنين حيروح لنمرة اتنين حيعبيلي الكمبو بوكس طب لو جيت على المؤلفين نفس الحكاية طيب نروح للي بعده اللي بعده اللي بعده وهكذا اي جدول هيحصل نفس الحكاية بصوا جماعة تتعبى بمجرد الحركة طبعا هي انا مش بتحرك ده احنا بنعمل عمليات باحث وبنعمل عمليات كتيرة جداً المهم ان انا اول ما بوصل لأي صف بيظهر قدامي هنا فاقدر اعمل اضافة او تعديل او حسف او اي حاجة انا عايزة تمام لحد كده طيب تعالوا بقى نشوف بقية الاكواد التانية اللي هي الاول والتالي والسابق والاخير وبرضو عشان حنلاحظ ملاحظة صغيرة حنتكلم فيها فيها جماعة بدأ الاصدقاء يعني تتفاعل وده شيء كويس يعني في بعض الناس بدأت تقول لي مثلا في الاخفاء والازهار قال لي انا عملت كود مختلف او ان هو بدأ الاول باخفاء كل الايه كل الليبل وكل الكمبو بوكس وبعدين بدأ يظهر على قد الاعمدة ماشي ده كلام كويس في بدأ احد الاصدقاء يقول لي بدأ ما انا جربت مثلا احط الجداول في الكمبو بوكس او الليست بوكس قال لي لا انا حطيتها في المينيو ستريب او الستاتيوس ستريب كل ده كويس كل ده تفكير وابتكار وده اللي انا عايز يعني عايز الناس كده ما ياخدش الكود زي ما هو لا يبدأ يفكر ويبتكر ويختصر زي ما انا بعمل كده ما انا يعني على طول زي ما انتم شايفين كده كل شوية بغير في الاكواد وبسط فيها وحط حلقات ويعني انا عايز الناس تبقى شغلة بهذه الطريقة فده شيء يساعدني يعني طيب بصوا معايا كده جماعة لو انا جيت اشوف بقيت الاكواد كده اللي بعد كده بقوله ايه انا سميته اللي هو الاول تمام انتم هتلاحظوا ان انا المرة دي اشتغلت برضو الاكواد اسميها بالانجليزي ما ما تفرقش معانا مرة بالعربي مرة بالانجليزي كله وزي ما بنقول كده بنحب كل شوية نجرب بحاجة جديدة يعني طيب f1.dgv.currentrow.index يعني ايه يعني المكان اللي موجود فيه في ال dgv يعني المكان اللي انا معلم عليه لو كان اكبر من الصفر يبقى طبيعي يا جماعة ما ينفعش عند الصفر اقول له هاتلي الاولاني ما انا على الاولاني تمام فبقول له لو كان اكبر من الصفر زن في هذه الحالة f1.dgv.currentcell يعني اختار لي خلية خلية دي هتاخدها منين بطلو f1.dgv.currentrow.cells0 يعني الخلية صف وصفر يعني صف اول عمود اول هو طبيعي لما بيعلم على الخلية الاولى دي انا عامل في الخواص اما بيختار خلية معينة بيختار الصف بتاعها كله فدي مش ما فيهاش اي مشكلة تمام طيب يبقى بختار الخلية زيرو وزيرو طب المرة ناخد الباقي لان هي الحكاة مش مستهلة هو اختلاف بسيط قوي بصة جماعة لو انا عايز زانيكست اللي هو التالي بقى هقول له برضو if f1.dgv.currentrow.index نفس الكلام برضو المكان اللي انا فيه لو كان اقل من f1.dgv.row.count1 يعني لو انا في اي مكان غير الاخير اقل من الاخير لان انا الاخير ملهوش تالي تمام كده في الحالة دي قلت له برضو f1.dgv.currentcell بيساوي f1.dgv.rows طيب يبقى هنا الصف بتاعي بجيبه منين f1.dgv.currentrow.index زائد واحد يعني المكان اللي انت فيه زود عليه واحد .cells برضو في العمود الايه الاولاني تمام طيب يبقى نفس الحكاية بحدد اي صف انا فيه اخد الصف اللي وراه عند العمود زيرو وطبعا ما تفرقش العمود ولكن احنا ضمنين ان العمود زيرو موجود فيهم كله تمام طيب تعال بقى نشوف اللي هو اول عمود يعني لو عايز هنا previous السابق هنا نفس الحدوتة بقوله لو انت المكان اللي انت فيه اهو f1.dgv.currentrow.index اكبر من الصفر طبيعي لان الصفر ملهوش سابق في الحالة دي هقوله f1.dgv.currentcell برضو المكان اللي انا هختاره او الخلية اللي انا هختارها هجيبها من f1.dgv.rows وهنا f1.dgv.currentrow.index ناقص واحد طف اللي انا فيه ناقص ايه ناقص واحد .cells zero نفس الحكاية في العمود الاولاني طيب لو عايز اجيب الاخير مفيش مشكلة برضو قطلوا يعني لو انا مش في الاخير قطلوا f1.dgv.currentrow.index اقل من f1.dgv.currentrow ناقص واحد يعني لو انا في مكان اقل من الاخير يبقى انا حبدأ اروح للاخير طلوا f1.dgv.currentcell يعني هختار للخلية اللي هي f1.dgv.rows اللي هي f1.dgv.current-1.cells zero تمام يبقى اكنه بيروح للصف الاخير في العمود اللي هو ايه العمود zero تمام لحد كده الاكواد دي بقى فين خلاص كل واحد واضح هيتحط فين يعني انا لو جيت كده زا فرست يعني الاول يبقى هيتحط في الاول بس هنشوف ملاحظة صغيرة جدا حوريه لكم الاول لو احنا جينا كده لو علمنا على الاول كده جماعة هنحط طبعا الكود هنا بست تعالوا نجيب بقى تانين بالمرة زا نكست كوبي نشغل معاك وهو واحدة واحدة عشان ما حدش يقول لي ايه حاجة تاهت مني يعني اللي شغال معانا من الاول وبينفز في طبعا الناس بدأت تشتغل وقالولي احنا ماشيين معاك خطوة بخطوة لحد دلوقتي فده شيء كويس ده لمح تشتغل خطوة بخطوة مفيش حاجة حدته منك ان شاء الله هقول له هنا كوبي هنحط الكود هنا بست تعالوا نجيب اخر حاجة وخلي بالقى عشان في ملاحظة مهمة جدا نحاولها لو جينا خدنا دي كده كوبي عند الاخير بست تعالوا نجرب كده عشان في حاجة مهمة حتى تقال بصوا كده جماعة لو جبنا بس جدول كبير شوية بصوا كده انا هنا في الاولاني لو قلت له التالي تالي تالي بعدين السابق 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 وجبت الاخير جبت الاول طيب هو بيتحرك هنا تمام لكن هنا هتلاقوا الحكاية مش تمام بصوا كده انا كنت في الاخير اللي هو اربعة نقلت على واحد لا هو جاب اللي قابله يعني بصوا هتبان هنا في التالي انا دلوقتي مثلا اقول له ايه التالي راح جايب لي اللي كانت قبل كده طب بصوا كده هقول التالي كمان راح جايب رقم اتنين يبقى هو كده متأخر عني بخطوة طبعا الحكاية دي مش هتنفع طب ايه العلاج لهذا الموضوع العلاج ان انا اكني بعمل تحديث مع كل حركة يعني اكني زي ما انا عملت هنا تغيير ان انا بقول له اعمل ساعة ما بيحصل اي تغيير هنا هاتلي المعلومات هنا طب ما انا اخد الكود اللي انا حطته هنا واحطه فيهم كلهم هتتزبط الحكاية طب تعالوا نشوف كده هتتزبط ولا مش هتتزبط لو انا اخد الكود هو هو بصوا كده جماعة ساعة ما كان الدي جي في بعمل عليها سيليكشن تشينج طب انا هاخد الكود بتاعها ده اهو كوبي وحبدأ اضيفه فيهم كلهم بقى انه ده بيعمل عملية تحديث المبيانات يعني اهو بست وهنا نفس الحكاية انتر وتعالوا نجرب على كده هتتزبط ولا مش هتتزبط اهو بصوا معايا كده جماعة لو رحنا الجدول زي ما قولنا كبير شوية تعالوا بقى نشوف كده لو انا رحت للتالي بصوا رقم اتنين رح هنا الرقم اتنين وهكذا اهو مهما بتحرك طب لو جيت على السابق برضو كل حركة انا بتحركها بيروح معاها لو رحت للاخير لو رحت للاول يبقى كده زبط معايا الشغل طبعا انا قلت كده درس خفيف كده جماعة اخدوه مع بعض انا مش بطول عليكو زي ما انتو شايفين كده يعني يا يوم يا يومين بالكتير بينزل درس جديد اه اتمنى ان الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم وان انتو اتبعوا بقى معايا اول باول كده